بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم في هذا الشبط رح نتكلم عن security in cloud computing a computer cloud is a target rich environment for malicious individuals and criminal organization يعني انه زي ما احنا عارفين cloud computing تعتمد او مبدأ الاساس تبعها اللي هو الشيرينج طالما في شيرينج معناته بيوزرز مختلفين او بيوزرز بدخلوا على نفس الفيزيكال ريسورس وبالتالي هذا بيخليها تارجيت ريتش انفيرمنت اللي هي بيئة خاصبة بيئة خاصبة للتهديدات التهديدات من قبل اليوزرز على على الريسورس لانه يعني موضوع السيكيريت او موضوع الشيرينج نفسه الشيرينج نفسه يعني الناس بيشتركوا في جهاز معين في ستوريج معينة او في بروسيسور سي بيو طبعا امكانية انه اليوزر الاول اللي يمتلك هذه هذه الفيرش وال بليس يعني امكانيته انه يملأتاك على الجزء الاخر طبعا مش عارف ايش الجزء الاخر ولكن هو مدرك انه هو في نفس او بعمل شيرينج مع واحد في نفس الفيزيكال رسورس فهذا بيخليها باخصبة انه تكون مهددة طريقة اكبر من انك انت تنتلك لحالك الفيزيكال صحيح الاخر والمالي يعني هو اللي بيخد الاهتمام الاساسي للا الـ users اللي هو cloud security outsourcing computing to a cloud generate a new security and privacy concern كمان الأشياء اللي بتزيد النسبة الخطورة في موضوع اللي هو security إنه إحنا بنعمل outsourcing computing ماذا يعني outsourcing computing مصطلح outsourcing معناته إنه أنا بخلي شخص آخر بخلي شخص آخر يعمل run للـ application تبعي أو للـ system تبعي على جهاز جهازه هو إذن كأنا بستأجر واحد بستأجر أجهزة إنه عمل run للـ application أو للـ system وهذا اللي هو بيصير أصلا في الـ cloud computing فإحنا لما نعمل outsourcing computing cloud generate a new security and privacy concern في أشياء تانية برضو بتأدي إلى وجود آآآ آآ مخاطر security ومخاطر اللي هو privacy طبعا هناك معروفة سواء كانت في أو سواء كانت في أو أي أي سيستم يعني ثلاث عناصر أساسية أو ثلاث components أساسية للسيكوريتي أول عنصر اللي هو كونفيدنشياليتي كونفيدنشياليتي أو حين بسميها اللي هو الـ CIA كونفيدنشياليتي إنتيجياليتي أبيلابيليتي كونفيدنشياليتي اللي هي أشور ذات كونفيدنشيال information is not disclosed to unauthorized individual يعني إنه إحنا لما بدي عمل أكسيز للرسورس طبعا ممكن تكون information وكنتكون resources أكسيز للرسورس إنها تكون أكسيز هذه الرسورس اللي هو للناس الواثورايز للناس اللي اللي فعلا اللي فعلا لهم الحق إنهم يعملوا هذا مفهوم يعني تكون متاحة فقط أو نضمن إنه فقط اليوزر اللي عنده الـ اليوزر اللي الـ authorized user هو اللي بعمل أكسيز دا على السيستم إنتيجريتي معناته أنه الـ اللي هو الموجودة الـ بتم تغييرها فقط من قبل الـ الـ نضمن أنه هذا الـ 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 دا أو هذا تم تغييره تم تعديله فقط من قبل الـ هذي بسموها انتيجريتي انه السيستم أو الـ داتا فقط أو مش فقط انه متاح ل الـ وفي الوقت اللي بدهم إياه تمام يعني احنا ما نتكلم عن الهو الانتيجريتي اه اول اول شي احنا قلنا confidentiality confidentiality معناته انه الـ الـ الصحيحين او الـ اللي هما مخولين يدخلوا السيستم هما اللي بدخلوا السيستم بس طيب الانتيجريتي مسؤول عن تعديل البيانات او تعديل الـ الـ الناس المخولين انهم يعطلوا او كيف الـ الـ تتعدل من قبل فقط الناس المخولين انهم عددوا الـ يعني لما يكون يعني مثلا احنا لو ارسلنا مثلا معلومات من resource لresource اخر مثلا ارسلنا data او ارسلنا بيانات من resources الان البيانات هذه مثلا لازم نتأكد انه هي هذه البيانات اللي وصلت هي نفسها البيانات اللي ارسلت ليش لانه ممكن في النص في الشبك في ناس تعمل تصنط على data بيمسك data هاي بيعدلها وبيغير بيانات معينة فيها وبرجا يرسلها طبعا هذه معناته موضوع الانتيجريتي فجأة لهان في هذه الحالة لانه البيانات اتعدلت من خلال middle man او man in the middle يعني واحد تاني هو العدل البيانات مش هي اللي هو ارسلها الراجل اللي موجود في السايد الاخر فهذه بالتالي بيش فيش فيش في الموضوع او موضوع معناته انه فقط الدياتا هاي التلات عناصر وثلات بيسموها او بيسموها اللي هو confidentiality integrity and availability طيب لازم طبعا يكون في balance لازم طبعا نحقق هذه الاشياء نحقق confidentiality والintegrity والappability طيب طبعا عشان نحققهم جميعا لازم يكون في balance في في موازنة ما بين الاشياء الموجودة هذي يعني مثلا مثال لما بدنا ناخد confidentiality versus integrity زائد availability طيب عشان احنا بدنا نحقق confidentiality انه بس انه احنا بدناش اي حدا يدخل على السيستم بدنا الناس المخورين انه يدخل على السيستم اللي هو فقط اللي فقط انهم يدخلوا على هذا السيستم احنا احنا ممكن ايش نسوي مثلا ممكن شخص يقول او ادمن يقول انا بد اعمل disconnect للكمبيوتر من الانترنت ما بد اخلي الكمبيوتر شارك في الانترنت عشان ممكن الناس غير مخورين انهم يدخل للسيستم يعمل على التاك ويدخل على السيستم طب هذا احنا 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 disconnect ما ايش ستتأثر والانترنت ستتأثر كيف ستتأثر الانترنت هتتأثر لانه مش هيكون للناس السيستم هذا انترنت رح تتأثر انه ممكن انه يكون فيه للسيستم للبيانات او المعلومات اللي نازم نعملها وليانه مش 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 بوك في النت فاحنا مش حنقدر اا مش هيقدر لاعمل لا positive الهذا السيستم فالبيانات هتكون مش صحيحة هو موضوع البيانات مش صحيحة البيانات مش صحيحة في fe فإحنا لما تقولنا أنه الممكن شخص يعمل أو يلأمل تغيير معنى تقول نصق أنه بيانات مش صحيحة غير الشغلات وبعد البيانات بعد الملف وبعد بعد بعت الملف خلان نقول بيانات اللي في الملف مش صحيحة فبنقول انه هذا ما فيها integrity طيب وفي نفس الوقت integrity versus confidentiality زائد availability احنا مثلا عشان نتأكد انه المعلومات والبيانات الصحيحة ما فيها تعديل وما فيها تغيير نحن نعمل احنا extensive data check نعمل احنا تير محطات او كتير بنشيك كتير على ال data انه فعلا ان هي صحيحة وما تغيرت طيب احنا لما نعمل كتير checking او كتير test عشان نتأكد انه ال data فعلا صحيحة تمام بنزود integrity صحيح نتأكد انه فعلا ال data 100% صحيحة ولكن confidentiality suffers as more people see the data احنا اذا بدنا نشيك على كل على ال data هادي بنتأكد الان الشخص الموجود في النقطة هاي رح يشوف ال data عشان يتأكد منها انها صحيحة ولا لا الشخص اللي بعديها رح يشوف هل ال data صحيحة ولا لا فكتير users او كتير ناس حيشوفوا ال data هادي فال confidentiality بتتأثر احنا بدناش انه اي واحد يشوف ال data هادي حتى لو كان موظف في الشركة ولكن هو مش مخول انه يطلع على هذه المعلومات ولكن بما انه احنا اعطينا له صلاحية انه يعمل check لل data بالتالي احنا موضوع confidentiality يعني يتأثر بهاي النقطة كمان availability suffers due to locks on data under verification طبعا availability هتتأثر ليش كل ما اعمل check ال data مش هتكون available لانه انا بعمل look لهاي ال data بعمل زي قفل على هاي ال data انه ما انه هاي ال data ما ينعمل access عليها عبل ما نخلص احنا ال check تبعتنا فكل ما زاد لتشيك يعني عدم اتحية البيانات رح تكون اكثر فبالتالي availability رح تتأثر طيب confidentiality كيف ممكن احنا نتأكد من انه فعلا هذا اليوزر هو اللي عمل هذا اليوزر صحيح اللي عمل access من خلال approaches like access control that specifies who can access what يعني حاجة اسمها access control list ما هاي ممكن تنعمل تنعملها تطبيق او implementation على cloud system رح نتكلم عنها في الاستنادات القادمة في احد الاستنادات القادمة how do we know a user is the person claims to be كيف من نعرف انه احنا نتحقق من موضوع confidentiality انه انت فعلا اليوزر اللي انت بتقول عنه باستخدام اللي هو identification and authentication انه هل معاك username و password هل معاك بصمة الاصبع مثلا او بصمة العين او هل معاك اي وسيلة انه احنا كإثبات انك انت الشخص اللي انت هل انت الشخص الصحيح لعمل access لهذا system ولا لا تمام integrity versus confidentiality integrity concerned with unauthorized modification بينما confidentiality concerned with access to assets يعني انه integrity بمسؤولة عن مسؤولة عن كشف تغيرة البيانات بطريقة غير شرعية وال confidentiality معناته concern with access to assets assets اللي هي المصادر يعني resources انه برضو الوصول للresources بطريقة غير شرعية يعني يعني هذه الوصول بوصل للresources الintegrity يغير هذه الresources بطريقة غير شرعية طبعا طيب في cloud computing في نوعين من الداة او لما نتكلم in the context of security في نوعين من الداة في عين data at rest و data in transit data at rest اللي هي الداة اللي بتكون not actively moving from device to device or network to network data at rest اللي هي الداة اللي تكون مخزنة ومش الداة اللي تتنتقل من device لدفاية أو resource لresource بيكون مخزنة موجودة في موجودة في database زي مثلا بسموها اللي هو في ال aws بيسموها rds ولكن هي هذه rds عبارة عن database أو بيسموها في أو بيكون مخزنة كobject المهم يعني احنا بنعرف اللي هو data at rest اللي هي الداة اللي مش تتحرك is not actively moving from resource to resource هي موجودة ومخزنة في قاعدة بيانات أو موجودة مخزنة في مكان تخزين وما بتنتقل من مكان لآخر هذه data at rest أما data in transit data in transit هي data طبعا خلينا نشوف data at rest كيف ممكن احنا مخزنة مخزنة protection at rest aims to secure in active data stored in any device or network بنحاول احنا الداة اللي موجودة اللي هي at rest كيف ممكن يتم عمل أو حمايتها protection عن طريق حاجة اسمها encryption encrypted in transit آه بس هذي هاي آه هذي موفينج احنا قلنا هو encrypted او برضو نفسه اللي هو encrypted يعني احنا بنعملها encrypt at rest بنعمل encryption للداة اللي موجودة في قاعدة البيانات على سبيل المثال ولما تنتقل كمان بتصير تنتقل من حالة اللي هو at rest بتصير في حالة transit طيب الداة in transit or data in motion is data actively moving from one location to another such as access such as across the internet or through a private network الداة اللي تنتقل data protection in transit is the protection of this data while it is traveling from network to network or being transferred from local storage device to a cloud storage device طريقة حمايتها while it is moving from place to place برضو باستخدام اللي هو encryption طيب الآن ها تكلمنا عن confidentiality قلنا انه confidentiality بتكون عبارة عن آم عبارة عن اللي هو authorized people or authorized users only access the data طيب ايش هو الفرق بين authorization والauthentication الآن احنا بنقول اتكلمنا عنها بتهيئة اللي قبل هيك الauthentication يعني معناته هل انت الشخص المخول انك انت تعمل access على هذا resource ولا لا هادي معنات الauthentication يعني انت كأنك بتدخل الuser name والpassword تدخل على النظام الآن انت دخلت على النظام what can you do what are the rights and the permissions that is given to you or what are the rules that you are allowed to perform ايش rules المخول لك انت ايش تقدر تعمل في النظام على مثلا انت عندك access read only or read write access or what kind of access that you can do هذه معنات authorization auditing طبعا ملهاش علاقة فيهم ولكن auditing أو يعني بعيد نوعا ما عن authorization authentication هي عبر عن process to evaluate the effectiveness of security enforcement mechanisms زي تدقيق يعني تدقيق انه دين اتأكد في بال authority or the effectiveness of security enforcement mechanisms طيب احنا عارفين authentication قلنا انه اعطيك username و password ولكن هاد الشغلة او هاد هاد التكنيك او هاد الميكانزم اصبحت غير فعالة بسبب وجود كتير من هو الهاكرز وال attackers فاحنا بدنا او في حاجة اسمها multifactor authentication multifactor authentication معناته انه انا بتأكد من هويتك مش بس بالuser name وال password اكتر من شغلة فعشان كيف بسموها multifactor يعني مثلا بطلب منك انه username او password اول factor first factor بعدين بطلب منك اللي هو زي بطلب منك زي code او token صار الان كيف يعني انه مثلا في جهاز عندك مثلا البنوك هذا في الغالب البنوك بتعملها بتعطيك زي جهاز بيعمل random generating number generating random number بتعطيك ايا بالدخل طبعا هذا الرقم بالدخله في system بطلب منك user name وال password وكمان بطلب منك الدخل هذا الرقم طبعا هو بيكون معرف عندهم بالدخل هذا الرقم يعني بنفس او في step الاخرى داخل هذا الرقم وبعدين ممكن مثلا يطلب منك زي biometric signature مثلا او بصمة اصبع او بصمة الايد بصمة الايد او بصمة العين فالفكرة انه اكتر من factor ممكن اكتر من factor عشان يحدد هويتك يعني صارت الان مثلا بتدخل user name وال password يقول لك احنا بعثنا لك sms على mobile code verification code على mobile او الايميل بتدخل هذا code في الخانة في الخانة اللي هي المخصصة فهذا بنته اسم multi factor يعني الملتي factor بعتمدش فقط على user name وال password بعتمد على اكتر من اكتر من من factor العمل عملية الواثنتي هذا كمثال بقولك first factor what does user know طبعا user know password and second factor what does user have have a secret key generated by a physical token physical token زي هو جهاز هيك بكون جهاز هيك بكون مسلا ب flash هيك disk وهذا الشكل اللي بتعمل generate random number شايفين مثلا هنا هي زي random number تمام بعمل هذا بعمل random number وبتدخل هذا random number في في اه بتدخل random number في المكان المخصص مثلا انه بقولك دخل ادخل random number وممكن يطلب منك مثلا اللي هو بصمة الاصبع مثلا او biometric signature نضاعك طيب هذه حاجة هذه الاسمة multifactor كتير صارت الان نطلب انه multifactor authentication او يعمل multifactor authentication طيب الان السيكورتي او في عنا اكتر من لفل السيكورتي او ممكن نحكي نقول الانفرستركتش سيكورتي قسم الى اكتر من لفل الانفرستركتش او دكلاود قسم الى اكتر من لفل اول لفل اللي هو النيتويرك لفل ثاني الهوست لفل بعدين الابليكيشن لفل اول حاجة كانه احنا بنحمل النيتويرك ككل هاي اول لفل او اول لير بعدين داخل النيتويرك هذه في عنا اجهزة في عنا سيرفرات في عنا لود بلانسر في عنا اه داتابيس سيرفر في عنا ستوريج رسورس هاي الشغلات احنا الهوست لفل هاي بنحميها برضو فيها فيها برضو لفل حماية بعدين الابليكيشن لفل اللي هو داخل الهوست هاي في عنا كمان حماية لالابليكيشن طيب نتكلم عن النتويرك لفل انشورين كونفيدنشيالي ان انتيجرتي الابليكيشن 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 وان من الابليكيشن يعني انشورين كونفيدنشيالي بتأكد من الهوية بتأكد من سلامة البيانات of organizations data in transit الداتا اللي بتدخل هاي اللي بتدخل ل لما نشوف data in transit معناته data اللي هي موين تتحرك تنتقم مكان لمكان فهذه الداتا اللي لما تيجي على الشبكة لما تدخل على مثلا هاي هاي مثلا الشبكة تبعتنا طبعا على الكلاود لما بيها تدخل على الشبكة هاي بدنا نتأكد من هاي الداتا هاي الداتا طبعا نسميها data in transit to and from اللي طالع واللي نازدل اللي هو ال inbound withoutbound traffic your public cloud provider from your public cloud provider ensuring proper access control في أن حاجة اسمها access control أو access control list to whatever resource you are using at your public cloud provider هل احنا بنفيه لنا طبعا لكل لكل network أو لكل اعم لكل network على الكلاود في عنا حاجة اسمها access control list جامل ما تدخل أي traffic هل هذا ال traffic مسموح أنه يدخل ورد هذا بتم تطبيقها باستخدام access control list رح نتكلم عنها في السلايد القادم طبعا كمان ensure availability of the internet facing resources in a public cloud that are being used by your organization نتأكد من availability of the internet facing resources ايش معلات الانترنت facing resources يعني مسلا لو نيجع لهذا كمثال لا مش موجود مش متاحا الانترنت facing resources احنا الآن ايه مسلا لما نعمل system بنقول أنه احنا يعني هنا وعنا كمان server وعنا كمان هنا database هذا مشبوك مع هيا database وهذا نفس مشبوك مع هيا database وعنا ها طبعا في هذا مسلا و الانترنت facing ديفايس هو هو اللي يبقى يجيه الانترنت او يعني عندما بدي عمل على هذا الووبسايت افرض ان هذا عبارة عن الوزر هيعمل على load balancer هيدخل عليه load balancer فهذه الحالة بنقول load balancer هو الانترنت facing resource هو اللي بي facing resource والload balancer بوزع ال traffic على هاي devices بناء على policy معينة زي ما حكينا في المحاضرات السابعة فهذا نوع من انواع السيكيوريتي يعني احنا load balancer زي واجهة بس استقبل الطلبات ما اما البروسيس الحقيقية بتنعمل في هذه اللي والداتا مخزنة في هذه اللي سابنت وهذا موجود في سابنت ومقسمة على اكتر من level اكتر من tier اكتر من layer وهذا مثلا موجود في طبعا نازم يكون موجود في لانه احنا بدنا اليوزر يعمل اكسيز عليه فبالتالي لازم نحق public طيب هذي هو موضوع الانترنت facing resources in public cloud that are being used by your organization في عنا شغلتين في موضوع الحماية لل resources هذي بخصوص الشبكة في عنا حاجة اسمها network access control list كأنك بتحدد مين يدخل على الشبكة هذي تعتبر the first line of defense اول خط الدفاع لل network or cloud resources ايضا ايضا that is controlling traffic from and to the subnets mcl network access control list submit level define allow or deny rules and then attach attach add submit level يعني لو نطلع على هذه ونطلع على هذه الرسمة الآن في هذه الرسمة نحللها مثلا هي برعا يعني الآن هذه مثلا الانترنت الناس هيدخل هنا الانترنت سيدخل على الروتر هو الانترنت gateway سيدخل الراوتر الراوتر سيدخل على public subnet معناته ان الوزر يستطيع يأتي هنا الراوتر سيدخل على الروتر table سيدخل هل هو الراوتر هذا جاي على هذا الجهاز سيدخل لهذا الجهاز الآن قبل ما يدخل الفكرة انه الفكرة انه الان احنا دخلنا هاي الراوتر قبل ما يدخل على هاي subnet public subnet قبل ما يدخل عليها في حاجة اسمها access control list بدي يشوف هل ترافك هذا مسموح انك انك يدخل اساسا على هاي النتورك ولا لا يعني مثلا احنا 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 الكونفجراشن بتاعت الكلاود لازم نعمل انه انتي nacl اعمل include للترافك الhttp بيدخل انا اسمح للhttp انه يدخل وبالتالي ال nacl هتشوف هتطلع على على الترافك هل هو http ولا لا اذا http بتدخله على الشبكة دخلنا على الشبكة هنا احنا في الشبكة الان بعدين بيجعل المفروض يجعل لانه في ip address راوتر رح يبعته له هذا السيرفر هيدخل هيدخل هيدجه 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 حاجة اسمها security group security group زي firewall ولكن خاصة بال server خاصة بالinstance مش من هاش علاقة بالشبكة خاصة بالinstance بالserver او بالdatabase او بالfirewall حتى مثال الfirewall هذا اللي احنا عملنا ممكن احنا نعمل في نعمل security group انه انا يا load balancer بدي اسمح فقط بال http traffic انه انه يدخل على هذا load balancer او او يعمل اكز على هذا load balancer فانا بعمل security group يعني security group للجهاز معين للسيرفر معين للdatabase ولكن الfirewall لكل الشبكة هذه مثلا انا عمين انه هذا في public subnet كل الشبكة هذه موجودة هذه اسمها هذه اللي هي access control list فهي security group اللي هي معمولة اللي هو الانستانس level او server level بينما الnetwork access control list subnet ككل حتى شوف هان فيان security group على هذا الانستانس لو فيك مان instance تاني او database مفووض تكون فيه عليها security group لانه برضو database بدناش نسمح ال database انها تعمل تستقبل access من اي traffic بدنا traffic معين اللي يستقبل يستقبل هال database حتى فيه ممكن احنا عشان هادي مثلا كمثال على هذا على هذا هذا مثال مهم انتبهوله عشان نحافظ على security تبعت حتى هذه الاجهزة نزود security ايش بنسوي بنقول انه انت يا server بنعمل لك security group استقبل ال traffic فقط اللي جاي من load balancer بس ال traffic اللي جاي من load balancer وانت يا server كمان استقبل او من security group انه بدنا بس نستقبل اللي جاي من load balancer يعني انه ممكن اذا لسبب او لاخر يعني ال users عرفوا ال ip address تبع هذا الجهاز ممكن يعملوا المباشرة عليه access هذا غلط عشان احنا برضو نحمل جهاز هذا من اي access خارجي بنخلي انه server هذا يستقبل ال traffic بس اللي قادم من load balancer هذا بزيد من security تبع الهذا والdatabase نفس شي بنزود security تبع الdatabase انه نعمل security group نعمل configuration او احنا نعمل permissions لل traffic اللي جاي فقط من الجهاز الكمبيوتر هذا والجهاز الكمبيوتر هذا ال ip address سبع هذا الجهاز وال ip address سبع هذا الجهاز فهيك احنا نكون عملنا enhance the security على مستوى network وعلى مستوى device itself طبعا هنا زي مقارنة بسيطة ما بين security group ما بين ال nacl security group operates at the instance level بينما nacl operates at the submit level اللي شرح نعم supports allow rules only supports allows and rules and deny rules في security group احنا بس نعمل كأنه بنقول له احنا نعمل اللي allow في security group by default everything is denied اي traffic is denied مع هذا الترافك اللي انت تسمح له ان يدخل على هذا السيستم يعني مثلا انا عندي http سيرفر عندي سيرفر ويب سيرفر by default اذا بدي اعمل لما انشئ يعني لما انشئ هذا السيرفر في الكلاود by default يكون فيه عليه security group انه اعمل deny لكل ال traffic فانا ايش بسوي بعدل بقول اسمح لي بال http traffic معاناته انه نسمح بال http traffic والباقي بضل deny مثلا بدي اسمح انا بال ftp traffic بحط كمان rule بقول له اسمح بال ftp traffic هذا معناته انه support allow rules only ولكن nacl support allows rule allow rules and deny rule يعني ممكن في nacl هذا ممكن احنا نسمح نعمل انه نسمح لنا هذا وعمل deny لهذا في security group اللي هي برعا stateful ايش يعني stateful يعني return traffic is automatically allowed regardless of any rules يعني return traffic مسموح حتى لو انه احنا regardless of any rules يعني مثلا اذا احنا عملنا في security group قلنا مثلا انه في ال-inbound ال-inbound ال-traffic اللي جاي على هذا ال-traffic اللي جاي على security group هادي اعمل deny لكل traffic سبناها default اعمل deny لكل traffic ولكن ال-outbound اسمح لي بال-http traffic انه يطلع من هذا الجهاز من هذا السيربر الان ايش ال-http traffic احنا قلنا او احنا عارفين انه http traffic معناته انه انا بعمل access على website http بعمل request http request request السيربر رح يشوف هذا request ورح يعمل response الان انا بايد فولت قائل انه بتسمح ليش ولا باي traffic انه ييجي على هذا الجهاز ولكن في هذه الحالة لانه stateful security group stateful حيسمح بهذا ال-traffic انه ييجي لانه هذا ال-traffic عبارة عن رد على request تبعك انا ما عملتش initialization او عملت انا انا اللي بدأت ال-traffic هذا رد على ال-traffic تبعك رد على request تبعك في هذه الحالة حيسمح لانه عبارة عن stateful ولكن في ال-n-ac-l stateless return traffic must be explicitly allowed ال-return traffic لازم انت تقول انه انا بدأ اسمح بال-http traffic ال-inbound يكون http traffic وإلا مش هيسمح زي ال-h زي اللي هو security group فعشانك منسميها stateless هذه ال-n-ac-l stateless وال security group stateful طيب هان مثال يعطينا مثال انه اكتر من multi-tier احنا قولنا multi-tier معناته انه ال-application موزع لأكتر من احنا شفنا هان هان ال-application هذا اللي مواجه ال-user والطبقة التانية في subnet اخرى احنا حطين وفي طبقة اخرى احنا عطين عطين اللي هو database طبقة معناته جهاز يعني مش انه طبقة انه في طبقات طبقة انه جهاز منفصل عن هذا يعني ال-database احنا بنزلينها عجهاز منفصل لحالها وهذا ال-processing عاملينه عجهاز منفصل والانترفيس والووبسايت اللي مواجه لليوزر عاملينها عجهاز منفصل فهيك معناته انه احنا layers او tiers طيب الآن هدا ايش بقول لك inbound رولز قلنا احنا inbound رولز ماتو الرول او الترافك اللي جاي الشروط اللي بنطبقها للترافك اللي جاي وال outbound رول الشروط اللي بنطبقها على الترافك اللي طالع فاحنا هانا مسلا المسال هذا عاملين انه في عنا three tiers اول تير اول اللي هو web tier security جروب اللي طبقين عليها inbound رول allow http اللي في الport 8000 حاسمح لبل بالهادي الطب اللي في الطب ترافك تمام بعدين application tier security group ال inbound الترافك اللي جاي على هاد الطبقة احنا قلنا كأنه كأنه هادي اول طبقة تاني طبقة هادي اول طبقة وهي تاني طبقة وهي تالت طبقة اول طبقة اللي احنا قلنا عنها هادي ايش بيقول اللاو http or https port source هادي معناته اي ip address اسمح لي انه يدخل على هذا السيربر طيب الحين في هذا الروز اللي راح تطبق على هذا الجهاز وهذا السيربر allow ssh to application tier يعني انه انا بدي اسمح ال ssh ل application tier معناته انه انا بدي انا بدي انا ال traffic اللي يجي على هذا الجهاز هو ال traffic ssh ما بدي traffic http tdp وهنا مثلا بدي اطبق على هذا السيربر في tier الثالث او layer الثالث او level الثالث لأطبق برضه نفس الروز inbound ssh to database tier source corporate ip range انه هو حسب range ip address التي تعمله يعني هذي بده يعني كأنه بقولك انه ممكن انه احنا نعمل اكتر من ممكن نعمل احنا اكتر من رول على السيربر او على الاجهزة على اكتر من رول او اكتر من على الاجهزة او على السيربر الموجودة في الكلود هكي مثال يعني هو ليش الاسس ايش طبعا هو البروتوكول او اللي بيسمح للمستخدم ان يعمل كنترول كنترول او ريموت كنترول للجهاز تمام تمام اه هان كمسال برضو توضيح تاني عن موضوع اللي هو كيف الاسس الاسس بيعمل مع بعض حتى يكون اللي هو ملتبل لاير او ديفنس اول حاجة احنا قلنا هاي الاترافك مثلا انه بدخل على من الانترنت بيروح على الراوتر الراوتر اول حاجة بتفيس هذا الترافك اول حاجة بواجهه اللي هو نتويرك ACL اذا مسموح لو يعدي حسب الرولز الموجودة هذا النوع من الترافك مسموح يعدي بعدي الان دخلنا على السبنت احنا دخلنا على السبنت الان في السبنت اكتر من الريسورس اكتر مثلا اكتر في سيرفر وفي داتا بيز وفي اشياء زي هيك الان عشان رح هتم تطبيقها هل انت السيرفر او هل انت الترافك هذا مسموح يدخل على هذا السيرفر ولا لا اذا مسموح بيدخل على مش مسموح بنعمل تمام طيب الان في الهوست level الهوست level زي ما حكينا ممكن يكون عبارعا اللي هو security group نعمل security group في هذا ذاكر انه الهوست level لما نتكلم عن software as a service أو platform as a service both the platform as a service and software as a service platform hide the host operating system from end user host security responsibility or transfer to service or cloud service provider يعني احنا لما تكلمنا احنا عن هذا الهوست level الهوست level انه اذا انت طالب خدمة ال infrastructure as a service انت اللي لازم تتحكم بهذه الاشياء هتحكم بالnetwork control list هتحكم بالnetwork control list هتحكم بالسيكوريتي group ولكن ولكن اذا انت طالب خدمة الهو software as a service و platform as a service ال cloud service provider هو المسؤول او هو responsible for host security والapplication level is responsible to protect the critical application الapplication نفسه كمان المسؤول عن حمايته و على حمايته اللي هو cloud service provider تمام اخر جزء في هاد في هاد في هاد الشابتر او هاد المحاضرة رح نتكلم عن security threats in cloud computing apart from the advantages that cloud computing offers there exist numerous security threats وغض النظر عن advantages اللي بتقديم ها بعض او مخاطر عدة للكلاود اول حاجة data loss ممكن data تفقد ممكن account or service hijacking ممكن insecure interface API او insufficient due diligence هنتكلم عنهم او abusive use of cloud service abusive abusive use of cloud service اول حاجة data loss data loss يعني ممكن تعرض data للدليش موديفكيشن loss of encryption key by another means or earthquake floods or fires ممكن يعني يتم تغيير هذه هذه البيانات فقدانها تعديلها loss of encryption key نفقد مفتاح الانكريبشن مفتاح التشفير الخاص بهذه البيانات ممكن باستخدام يعني بطرق بالحوارث الطبيعية او ممكن باستخدام شخص تاني since the information is stolen فأيش المفتاح متغيش التكنيك عشان نتجنب هذه data loss لازم نعمل regular backups لازم نعمل using proper encryption techniques نعمل encryption techniques قوية ومعروفة protecting data in transit نعمل protect 3 data in transit عشان نحميها من انه واحد تاني انه يشوف ال data ويغيرها او يعبث فيها نحاول انه ال 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 encryption technique يكون strong مش عارب اذا انت بتغرف موضوع encryption ولا لا ولكن encryption باختصار انه احنا ال data بنغير في محتواها بحيث تكون مش مفهومة اذا تم اذا تم رؤيتها او تم قرأتها من قبل شخص تاني كيف بنغير من البيانات كيف بنغير في البيانات في خوارزميات و mechanism ميكانيزم مثلا فهادي بتغير في محتويات باستخدام طبعا private key او public key باستخدام مفاديح التشفير بتم تغيير هذه البيانات طبعا قوة الخوارزمية تعتمد على قوة الكي كل مكان الكي اقوى كل مكان تغيير افضل واقوى الخطر التاني اللي هو account or service hijacking occurs if an attacker gains access to login credential then compromised account become a launching base attacker can eavesdrop on the consumer business manipulate data and launch various attacks يعني كأنه بدخل على حسابك بدخل على credentials تسمعونك اللي هو username وال password بياخدهم وبيدخل على حسابك باستخدامهم الآن ايش ال mitigation technique عشان نستمنع هذا الشيء نستخدم multi-factor authentication methods نستخدم multi-factor authentication methods لانه حتى لو عارف ال username وال password طبعا بيكون الموبايل اللي تبعت معك لانه لانه صار قلنا احنا ممكن استخدام الموبايل ك second factor مثلا او 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 مثلا انت الجهاز اللي معاك اللي بعمل generate ل token بعمل generate ل key بيكون لسا معك فاذا عد سرق هم كلهم ال users سرق ال users telephone ترق هذا الجهاز اللي بعمل generating ل token هذا ساعت بيكون انت مهم نحاول نعمل monitoring ل resources عشان نعرف هل فيه تصرفات غير غير طبيعية و اكسس غير طبيعي على resource ولا لا طيب insecure interfaces and apis كلامنا عن apis قلنا انو احنا الapi عبارة عن application programming interface بتخلي ال user يعمل access من خلال برنامج او software هو بعمله وطلب خدمة من software اخر هاي الapi احنا هاد الapi بنخليها secure لانو برضو الapi هذا زي كأنها بوابة لدخول السيستم طيب ايش المفروض نعمل اول mitigation technique طرق تخفيف هاي الهو insecure interface api strong authentication and access control mechanism لازم نعمل access control و strong authentication نعطي مثلا الهو username و password و اشياء التحقق من التحقق من ال software اللي بدعم الاخصص في برضو authentication use of encryption for transmission of data analysis and monitor of the cloud provider interfaces نعمل برضو monitor ل cloud interface api اللي بتستقبل الطلبات او بتستقبل الريقوست من ال other software insufficient due diligence معاناتو انو هاي كيف بتحدث تحدث لما انت مثلا one organization jump into using service offered by service providers without having sufficient knowledge of the cloud models انك انت مسلا في بقولك انا عندي خدمة بتعملك كذا وكذا 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 ومفيدة هتعملك هتحمي لك هتحمي ومفيدة لك طبعا انت بتتبنىها بدون ما تفهم بدون ما تفهم طبيعة الخدمة هادي او هل هي مناسبة للموديل اللي اللي انت بتستخدم ولا لا مناسبة للبيانات اللي انت بتستخدمها ولا لا فانت بتتبنى هادي الطريقة اللي هما بعملوها او بعرضوها عليك بدون ما تفهم ايش الشروط او تبعد هادي الطريقة طبعا احنا بدنا ندرس الموضوع باستخدام يعني يعني من جميع 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 معناته اللي هو الوصفي وهادي الكمي المهم المقصود فيها انه ندرس الموضوع ندرس الرسك ندرس الرسك اللي رح يصير ازا احنا غيرنا من السيستم هذا للسيستم هذا بدنا نحاول انه احنا نشوف الديتيل تبعت الانفرستك تبعتنا التفاصيل تبعت الانفرستك تفاصيل البيانات تفاصيل اللي هو اللوغز اللي خاصة بالسيستم طبعا عشان نقدر نعرف هل ممكن نتبنى هادي الفكرة ولا لا تمام برضو فيه اللي هو التهديد الاخر اللي بحدد لcloud service security وبcloud service abusive use of cloud service the consumers unethical and illegal actions to misuse the service يعني احنا نعرف اشنا نستخدم اللي هو service او نستخدم الطريقة خطأ ايش الطريقة الصح عشان خففت من هذا التهديد mitigation techniques using strong authorization and authentication properly auditing and monitoring network traffic احنا نعمل اللي هو strong authorization and authentication بعدين properly auditing and monitoring network traffic انه ممكن احنا نعمل monitoring network traffic عشان نعرف كيف طريقة استخدام users ممكن طبعا هو انه غشين بعرفش يستخدم او ممكن هو باستخدام بطريقة مش هي الصح اللي هو مصدود يستخدمها يعني انه بعمل اشي بطريقة illegal طريقة غير قانونية تمام اخر شي اللي هو هاي زي ما حكينا انه زي ما قلنا انه في البداية انه المبدأ مبني على يعني معناته انه ملتي تيننت ملتي تيننت ايش يعني انه ملتي تيننت معناته انه اكتر من مستأجر يعني مستأجرين عدة فهذا وجود اكتر من واحد لشيرينج الفيزيكال ريسورس هذا اللي حاله في مخاضرة ففي ضعف انفيرشولايز هايبارفايزر اللاو ميليشوس كونسيمر تهاف inappropriate access and control consumers virtual machines ممكن يكون انه في ضعف في الهايبارفايزر في عمل منج والإيزولايشن بربوس العزل اليوزر عن بعضهم بطريقة غير قوية أو طريقة ضعيفة المتغيشن تكنيك using better authentication and access control mechanism منطر environment for unauthorized changes بنعمل مراقبة للresources هي المراقبة المونيتورين يعني في كل يعني في كل الحالات مهمة لانه بتعرف انت شو اللي دخل على السيستم تبعك طريقة استخدام اليوزر للresources وهذه الامور ممكن تعملها لما تعمل مراقبة للresources هيك بنكون خلصنا هذا الشابتر شابتر مش طويل و ان شاء الله يكون مفهوم و يعني انتبهوا لشغلات مثلا زي موضوع احنا نتكلمنا عن هاد وان النقطة هاد النقطة المالتي تير او مالتي لير او مالتي ليفل هذا مهم ولازم نفهم ايش الان ايش لازم نفهم ايش الفرق بين هم وكيف ممكن احنا نحمي نحمي السيستم ونقدم افضل 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 خدمة لليوزر تمام اتمنى ان يكون الدرس مفهوم و اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار ابعتولي على الواتساب جروب بخصوص الامتحان بخصوص طبيعة الامتحان طبعا رح نتحدد طبيعة الامتحان اه ما رح يكون الامتحان كله رح يكون فيه جزء منه جزء منه اه اللي هو اه او 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 اه فيه رح يكون جزء منه مقالي تمام اه هذا ما ردينا والسلام عليكم ورحمة الله او ليلون او ليلون او ل او ليلون ترجمة نانسي قنقر